رياض ومدارس الوطن العربي نرسنا لليوم القسمة على 2 و 4 و 8 نبدأ بالقسمة على 2 في البداية نتذكر مضاعفات جدول 2 وهي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ثم نأخذ المثال التالي جد ناتج 12 تقسيم 2 بالخطوات والتي تعرفنا عليها سابقا بحيث نبدأ بخطوة الطرح المتكرر فنحول جملة القسمة إلى جملة الطرح بحيث تصبح 12 ناقص 2 يساوي 10 ثم نأخذ الناتج ونطرح منه 2 أيضا 10 ناقص 2 يساوي 8 8 ناقص 2 يساوي 6 6 ناقص 2 يساوي 4 4 ناقص 2 يساوي 2 و 2 ناقص 2 يساوي 0 إذن لم يتبقى شيء نطرحه فلمعرفة ناتج 12 تقسيم 2 من خلال خطوة الطرح المتكرر نقوم بعد الخطوات التي قمنا بالطرح بها خطوة خطوة خطوطان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ست خطوات ناتج 12 تقسيم 2 كم؟ ستة أحسنتم ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي الرسم بحيث نرسم مجموعتان مجموعة مجموعتان نريد أن نقسم 12 على مجموعتان فقمنا برسم مجموعتان والآن نريد أن نقص أن نوزع 12 كرة على هذه المجموعتان فنبدأ واحدة إثنتان نوزع كرة في المجموعة الأولى وكرة في المجموعة الثانية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر إذن لمعرفة ناتج 12 تقسيم 2 من خلال خطوة الرسم نقوم بعد الكرات في المجموعة فلنعودها معا كرة كرتان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن إثنى عشر تقسيم إثنان كم يساوي أحسنتم ستة والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي خط الأعداد فنرسم خط الأعداد ونضع عليه مضاعفات العدد إثنان وهي بحيث نبدأه من السفر ثم إثنان أربعة ستة ثمانية عشرة إثنى عشر ثم نقفز بشكل عكسي وصولا إلى السفر ولمعرفة ناتج إثنى عشر تقسيم إثنان من خلال خطوة خط الأعداد أقوم بعد القفزات فلنعدها مع قفزة قفزتان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ناتج إثنى عشر تقسيم إثنان ما هو؟ أحسنتم ستة ننتقل إلى الخطوة الرابعة وهي جملة القسمة بحيث نكتب إثنى عشر تقسيم إثنان يساوي ستة ثم الخطوة الخامسة وهي التحقق حيث نطبق قانون التحقق وهو الناتج ضرب المقسوم عليه يساوي المقسوم فالناتج ما هو؟ الناتج ستة ضرب المقسوم عليه ما هو؟ إثنان يساوي المقسوم ما هو المقسوم؟ إثنى عشر أجل هو العدد الأكبر والآن ننتقل إلى القسمة الطويلة بحيث تعرفنا معا إلى رمز القسمة الطويلة وهو كما ترونه أمامكم ماذا يشبه؟ ماذا يشبه؟ نعم إنه يشبه الدرجة ما يأتي أسفله من أكبر عدد وهو المقسوم يجلس تحت هذه الدرجة المقسوم وبجانبه من يجلس صديقه المفضل الذي يأتي دائما بجانبه ما هو؟ أجل المقسوم عليه من يبقى؟ رائعون يبقى الناتج أين نضعه؟ سنضعه فوق المقسوم ولنقوم بحل 12 تقسيم 6 تقسيم 2 يساوي 6 من خلال القسمة الطويلة بحيث نضع المقسوم ما المقسوم؟ رائعون 12 وهو العدد الأكبر أين نضعه؟ نضعه أسفل الدرجة 12 ثم ما نضع بجانبه؟ المقسوم عليه وما هو المقسوم عليه؟ أحسنتم اثنان وماذا نضع فوق المقسوم؟ رائعون الناتج وما هو الناتج؟ 6 والآن ننتقل إلى القسمة على أربعة في البداية أيضا نتذكر مضاعفات جدول الأربعة وهي أربعة ثمانية اثنى عشر ستة عشر عشرون أربعة وعشرون ثمانية وعشرون اثنان وثلاثون ستة وثلاثون أربعون ثم نأخذ المثال التالي جد ناتج ستة عشر تقسيم أربعة بالخطوات بحيث نبدع بالطرح المتكرر فنحاول جملة القسمة إلى جملة الطرح ونطرح في كل مرة أربعة بحيث تصبح ستة عشر ناقص أربعة يساوي اثنى عشر اثنى عشر ناقص أربعة يساوي ثمانية ثمانية ناقص أربعة يساوي أربعة وأربعة ناقص أربعة يساوي سفر توصلنا إلى السفر إذن لم يبقى شيئا نطرح ولمعرفة ناتج تقسيم ستة عشر قسمة أربعة من خلال قطوة الطرح المتكرر نقوم بعد الخطوات التي قمنا بالطرح بها خطوة خطوتان ثلاثة أربعة إذن ستة عشر تقسيم أربعة كم ناتج أحسنتم أربعة ننتقل إلى خطوة الرسم بحيث نريد تقسيم ستة عشر على أربع مجموعات فنبدأ برسم المجموعات الأربعة مجموعة مجموعتان ثلاثة أربعة ثم نقسم الستة عشر على المجموعات الأربعة فنبدأ واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة لمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر فلمعرفة ناتج ستة عشر تقسيم أربعة من خلال خطوة الرسم نقوم بعد الأناصر في المجموعة فهي نعدها معا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن ناتج ستة عشر تقسيم أربعة كم أحسنتم أربعة ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي خط الأعداد بحيث أقوم برسم خط الأعداد وأضع عليه مضاعفات الأربعة وصولا إلى المقصوم والذي هو ستة عشر ابتداء بالصفر فأبدأ سفر أربعة ثمانية اثنى عشر ستة عشر وأقفز بشكل عكسي وصولا إلى السفر فلمعرفة ناتج ستة عشر تقسيم أربعة من خلال خط الأعداد أقوم بعد القفزات فهيا نعدها معا قفزة قفزتان ثلاثة أربعة رائعون أربعة قفزات إذن ناتج ستة عشر تقسيم أربعة يساوي أربعة ثم ننتقل إلى جملة القسمة فنقوم بكتابة ستة عشر تقسيم أربعة يساوي أربعة والآن الخطوة الخامسة وهي التحقق فنقوم بتطبيق فنقوم بتطبيق قانون التحقق وهو الناتج ضرب المقسوم عليه يساوي المقسوم فما هو الناتج؟ أحسنتم الناتج أربعة ضرب المقسوم عليه أيضا أربعة رائعون يساوي المقسوم وما هو المقسوم؟ المقسوم ستة عشر العدد الأكبر فتصبح أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر ننتقل إلى الخطوة السادسة وهي القسمة الطويلة وتعرفنا إلى رمز القسمة الطويلة بحيث يكون أسفل هذه الدرجة المقسوم وبجانبه المقسوم عليه وفي الأعلى الناتج فتصبح 16 تقسيم أربعة يثاوي أربعة كيف نقوم بتمثيلها على شكل قسمة طويلة؟ نضع 16 وهي المقسوم أسفل الدرجة ثم بجانبها الأربعة والتي هي المقسوم عليه وفي الأعلى ماذا نضع؟ أحسنتم الناتج وهو أربعة ثم ننتقل إلى القسمة على ثمانية في البداية نتذكر مضاعفات جدول الثمانية وهي ثمانية ستة عشر أربعة عشر أربعة وعشرون اثنان وثلاثون أربعون ثمانية وأربعون ستة وخمسون أربعة وستون اثنان وسبعون ثمانون ثم نأخذ المثال التالي جد ناتج أربعون تقسيم ثمانية بالخطوات فنبدأ بالطرح المتكرر بحيث نحول جملة القسمة إلى جملة الطرح فتصبح أربعون ناقص ثمانية يساوي اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون ناقص ثمانية يساوي أربعة وعشرون حيث أطرح في كل مرة ثمانية نكمل أربعة وعشرون ناقص ثمانية يساوي ستة عشر ستة عشر ناقص ثمانية يساوي ثمانية ثمانية ناقص ثمانية يساوي صفر فلمعرفة ناتج أربعون تقسيم ثمانية من خلال خطوة الطرح المتكرر نقوم بعد خطوات الطرح خطوة خطوة ثلاثة أربعة خمسة إذن أربعون تقسيم ثمانية ماذا ساوي رائعون خمسة ننتقل إلى خطوة الرسم بحيث أريد تقسيم أربعون على ثمانية مجموعات فأبدأ برسم المجموعات الثمانية مجموعة مجموعتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم أوزع أربعون كرة على المجموعات الثمانية كرة كرتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشرون واحد وثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون إذن لمعرفة ناتج أربعون تقسيم ثمانية من خلال خطوة الرسم نقوم بعد الكرات في المجموعة أي نقوم بعد العناصر في المجموعة فلنعدها معا كرة كرتان ثلاثة أربعة خمسة إذن أربعون تقسيم ثمانية يساوي خمسة ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي خط الأعداد فنقوم برسم خط الأعداد ونضع عليه مضاعفات العدد ثمانية وصولا إلى المقسوم وهو أربعون ثم نقفز بشكل عكسي من الأربعون وصولا إلى الصفر ولمعرفة ناتج أربعون تقسيم ثمانية من خلال خط الأعداد نقوم بعد القفزات فهي نعدها معا قفزة قفزة ثلاثة أربعة خمسة إذن أربعون تقسيم ثمانية يساوي خمسة والخطوة الرابعة وهي جملة القسمة فنكتب أربعون تقسيم ثمانية يساوي خمسة ننتقل إلى الخطوة الخامسة وهي التحقق فنقوم بتطبيق قانون التحقق وهو الناتج ضرب المقسوم عليه يساوي المقسوم والناتج هو خمسة ضرب المقسوم عليه وهو ثمانية يساوي المقسوم وهو أربعون خمسة ضرب ثمانية يساوي أربعون ننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي القسمة الطويلة فهذا هو رمز القسمة الطويلة في الأسفل المقسوم بجانب المقسم عليه وفي الأعلى الناتج فتصبح أربع تقسيم ثمانية يساوي خمسة